موسيقى ضرورة تعجيل تنفيذ هيئة الامم المتحدة لالتزاماتها بخصوص تصفية الاستعمار في اخر مستعمرة بالقرة الافريقية والاسرع في تمكين البعثة الاممية منورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي هو ما شدد عليه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي خلال اختتام اشغال الطبعة الثاني عشر من الجامعة الصيفية لاطارات جبهة البوليزاريو والجمهورية الصحراوية على الامم المتحدة للتعجيل بتنفيذ التزاماتها باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا وفرض تطبيق ميثاقها وقراراتها بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة على الامم المتحدة الاسرع في تمكين بعثة المينورسو من استكمال مهمتها التي كلفها بها مجلس الامن الدول المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الامين العام لجبهة البوليزاريو دع الاتحاد الافريقي الى ضرورة فرض التطبيق الصارم لمبادئ واهداف قانونه التأسيسية خاصة ما تعلق باحترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في حين طالب الاتحاد الاوروبي واسبانيا بالامتناع عن توقيع اي اتفاق يمس الاراضي الصحراوية مع المحتل المغربية نطالب منظمتنا القارية الاتحاد الافريقي بفرض التطبيق الصارم لمبادئ واهداف قانونه التأسيسي وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال كما نطالب الاتحاد الاوروبي بالامتناع عن توقيع اي اتفاق مع دولة الاحتلال المغرب يمس اراضي الصحراء الغربية او اجواءها او مياهها الاقليمية الطبعة الثاني عشر للجامعة الصيفية شهدت هاته السنة وعلى مدار عشرة ايام تسليط الضوء على مواضيع حساسة على غرار الحاجة الى اعادة تأصيل مفهوم تقرير المصير وتطبيقه بالنسبة للقضية الصحراوية فضلا عن الامن السبرانية واساليب وطرق مواجهة الدعاية والحرب النفسية